أنا أريد سألك ليس موضوع عن النظارات اللي قاعدت اللي قليلت لابسوها في التدريبات دي؟ بصّك كريم في تكارتهم ارسط المرملة، كمشوناوي أه اه اه افتكارتهم الشناء ومصطفى الشبير ومخلوف افتكارتهم بيهظروا مثلاً مش اه 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 أطلاق الموضوع ده في حكاية اه لا ده موضوع حكاية كبيرة ومبدئياً موضوع النظارات ده مش جديد مش جديد في النادي الأهل، مش جديد ده عموماً الموضوع النضارات ده ظهر الأول مرة مع المنتخب سويسرا في 2020 في اليورو بمناسبة اليورو يعني من أربع سنين وابتالي بعض الانديات تستخدموا كم منهم باير مونيك على حساب المثال وعلى فترات متبعدة دي النقطة التانية إن النضارات دي نفسها فيه منها كزاجيل فيه منها كزاجيل فيه سترامب جلاسيز وفيه السمارت جلاسيز دي بتعمل إيه هاقول أروح لك أروح لك أقول لك فالنضارات دي فيه منها كزاجيل لأهلي جاب الفترة الحالية أحدى سجيل عشان معادش اقول لك بس ده موضوع قديم لأهلي جاب الفترة الحالية أحدى سجيل من النضارات دي النضارات دي بتعمل إيه بمنتقى البساطة وفيه فيديو لو نعرف بس نعرف ناس مكوناسبة بقية شابة الموضوع أصلا في تمرين النادي الاهلي وبعدين نتكلم عليها وهي وهي بتتعرض يعني في تمرين النادي الاهلي هي مخصصة على فكرة للناس كتير بس هي بتشتغل أكتر على الحراس وبقى اللي بيستخدمها أكتر ناس الحراس يعني فيه صورة هبان بعد شوية ليه ممكن مصطفى هبان يا جاي هنا من ظهر الشنية بس الشنية ويلابس نظارة ومخلوف لابس النظارة هيلبسها الشنية بقى أول ما يقوم دلوقتي ودي لابسها مصطفى شبير وفي أول لقطة جات خالص كان لابسها مصطفى شبير وهيجن كمان مخلوف هيلبسها بعد شوية ليه بتتلبس النظارة يا كريم؟ النظارة دي بتعمل مجموعة من الحاجات رقم واحد هي بتعزل تماما أي حاجة على يمين وشمال الحارس علشان يروح تركيزه بنسبة 100% طول الوقت ويتعود إن فيه أي حركة بتحصل حواليه ما يحصلوش تشتيت لما يتحرك المدافعين أو المهاجمين الكرة لما تعمل تغبط في حده بعدين تحرك هو طول الوقت تعنيه وهنا في الذاكرة عنده القرار بقى أنا عيني على الكرة ماليش علاقة الكرة بتروح فين اتنين بتبطأ حركة الكرة شوية يا كريم فدايما يبقى عنده مساحة من الاستجابة تلاتة هي بتنشط عضلات العين وبتعمل حاجة اسمها منع انتكاست القرانية إنت أوقات البناء آدم أي بني آدم عادي يا كريم في لحظة من اللحظات عينه بتقفل ولولجزء من الثانية لو عينك قفرت لولجزء من الثانية فجأة بتلاقي الكرة قدامك وده هو هو اللي بيحصل في الديفليكشن الكرة لما بتغبط في العيب وبعدين تغير إنت عينك القرانية عبل ما بتستجيب للحركة دي بيكون خدت وقت شكرا خلاص راحت الكرة فده بيزود من سرعة استجابة اللعيبة من سرعة استجابة حارس المرمى لتحركات الكرة الغريبة وبيخلي عضلات العين نفسها اتنشطت طول الوقت إنه يمركزها بس على الكرة ملاش علاقة بأي حاجة تانية بتحصل عمل الديفليكشن برضو هو عينه جايبة الكرة أي حد ممكن قولك ما أنت ممكن تاخد تعليمات وتعمل ده خالص مش تقدر تعمل ده هو هنا بيشتغل دايريكت على المخ وعلى قرارات المخ إن المخ بقى حافظ أنا عيني دايما جايبة الكرة بس دكتور شكرا